وإلى عالم النفط اختربت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها للعام 2019 مدعومة بالتخفيضات التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية على فنزويلا بالإضافة إلى إيران وسجلت عقود خام برينت 67 دولار و20 سنة للبرميل بزيادة 12 سنة عن أحدث إغلاق وغير بعيد عن ذروتها للعام 2019 المسجل في اليوم السابق عند 67 دولار و38 سنة للبرميل أما العقود الأجلة للخام الأمريكي فبلغت 57 دولار و39 سنة للبرميل وقريبة من ذروة 2019 عند 57 دولار و55 سنة وبحسب محللين فإن تباطئ الاقتصاد العالمي منع أسعار النفط من تجاوز مستويات الذروة المسجلة الأسبوع الحالي